السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكو الشادلي اليوم مع فيديو جديد الذي سنرى من خلاله الدرس الخامس من الوحدة الثانية الصفحة 28 و 29 من الكتاب المدرسي الجيد في الرياضيات للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي إذن حصة اليوم سنرى من خلالها الأعداد من 0 إلى تسعمائة وتسعة وتسعة إذن نمر إلى سؤال أول يقول بمناسبة العيد كلف مدير المدرسة تلمي ديني أماني وسامير بتوزيع أكيات من عشر قطاعين من الحلوة على أطفال المقيمين بالخيرية إذن بمناسبة العيد كلف مدير المدرسة تلمي دين أماني و ساميرا بتوزيع أكياس أكياس حلوة كل كيس يحتوي على عشر قطاع من الحلوة للأطفال المقيمين بالخيرية الخيرية إذن هنا لدي أكثر مية كم لديك من الحلويات؟ لدي أكثر مية إذن ألف قطع حلوة أماني علينا كتابة هنا إذن أولا كم لدينا من عشرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن هنا اكتملت مئة إذن نكتب واحد في المئات وهنا بقيت لنا عشرة إذن نكتب واحد في العشرات وهنا كم بقية لنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنان عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن فهنا عدد العشرة فهو اثنان إذن فهنا كذلك توجد عشرة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فهذه هو كيس من الحلويات إذن اثنان نكتب هنا اثنان كم سبقي لنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة فهو رقم الوحدات إذن قطع الحلوى أمانية هو مئة وستة وعشرون ننتقل الآن إلى حساب قطع حلوى سميرة إذن سميرة لديها واحد اثنان أو كل كيس مكون من عشر حلويات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن هنا سملة مئة إذن مئة نكتب مئات وواحد هنا لديها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذه لدينا عشرة إذن نكتب هنا واحد هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نكتب هنا ستة إذن قطع حلوى سميرة هو مئة وستة عشر بأ ألون بالأخضر الجواب الصحيح وأكمل إذن لدى أمانية أكبر عدد من قطع الحلوى إذن أماني لديه مئة وستة وعشر وساميرة لديها مئة وستة عشر إذن فأماني لديه أكثر من ساميرة إذن سنقوم بتلوين خانت نعم لأن لدى أماني أكبر عدد من قطع الحلوى نعم لأن لأن مئة وستة وعشرون أكبر من مئة وستة عشر إذن مئة وستة وعشرون أكبر من مئة وستة عشر نكتب هنا مئة وستة وعشرون إذن مئة وستة وعشر أصغر من مئة وستة عشر إذن هنا لدينا لدى أمانية وساميرة العدد نفسه من قطع الحلوى لا فأماني لديه أكبر عدد من الحلوى من ساميرة إذن علينا تلوين خانت لا إذن هكذا هنا لدى ساميرة أصغر عدد من قطع الحلوى إذن نعم فيتملك أصغر عدد من قطع الحلوى لماذا؟ لأن مئة وستة عشر مئة وستة عشر أصغر من مئة وستة وعشرون إذن هكذا أو نقول مئة وستة عشر إي بلي بوتيت كمئة وستة وعشرون إذن هكذا دا الآن نمر إلى سؤال مهوالي سؤال اثنان ولاحظوا الصورة ستم أكسب ثمن أغلى دراجتي إذن هذه هي النقود التي وفرتها إذن هذه النقود التي وفرها ياسين إذن لديه مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة أربعمائة وعشرون أربعمائة وخمسة وعشرون أربعمائة وخمسة وعشرون زائد اثنان أو زائد درهمان فتصبح أربعمائة وسبعة وعشرون زائد درهم تصبح أربعمائة وثمانية وعشرون إذن درهمان إذن فياسين لديه أربعمائة وثمانية وعشرون درهمان إذن هذه الدراجة بقيمة أربعمائة وسبعة وستون درهمان وهنا هذه الدراجة بقيمة ثلاثمائة وثمانية 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 إذن ثمن أغلى دراجتي هو أربعمائة وسبعة وستون لماذا؟ لأن أربعمائة وسبعة وستون فهي أكبر من ثلاثمائة وثمانية وثمانية إذن نكسب ثمن أغلى دراجة هو أربعمائة وسبعة وستون المبلغ الذي وفره ياسين هو 428 إذن ثمن الدراجة التي يمكن لياسين شراؤها إذن ياسين ممكن له شراء هذه الدراجة بقيمة 398 لأن لديه فقط 428 لا يتمكن من شراء الدراجة التي بقيمة 467 إذن الضراجة التي يمكن لياسين شراؤها هي بقيمة أو ثمنها هو 398 إذن ثمن أغلى دراجة 467 درهم المبلغ الذي وفره ياسين هو 428 درهم ثمن الدراجة التي يمكن لياسين شراؤها 398 درهم إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي أتمرنا السؤال الثالث أحيط بالأزرقي أكبر عدد وبالأخضر أصغر عدد إذن لدينا هنا عدة أعداد 739 603 158 561 845 978 إذن علينا أن نحيط بالأزرقي أكبر عدد إذن ما هو أكبر عدد هنا؟ نعم إنه 978 هو أكبر عدد إذن نحيطه بالأزرق وبالأخضر أصغر عدد إذن أصغر عدد هنا هو 158 الآن نمر إلى السؤال الموالي أحيط الأعداد المحصورة بين 510 و 830 إذن لدينا هنا 937 130 768 498 612 ثم لدينا هنا 504 إذن ما هي الإعداد محصورة بين 330 و 510 إذن هل 937 محصورة ما بين 830 و 510؟ إذن لا فـ 937 هي أكبر من 830 هنا لدينا 130 فهي أصغر من 510 هنا لدينا 768 فهي محصورة بين 510 و 830 إذن نحيط بهذا العدد إذن لدينا هنا 504 فهي أصغر من 510 هنا لدينا 612 فهي محصورة بين 510 و 830 وهنا لدينا 498 فهي أصغر من 510 إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي سؤال الخامس أضع الرمز المناسب لدينا هنا أكبر أو أصغر مكان النقط مثل لدينا هنا 505 وهنا 124 إذن ما هو الرمز المناسب فـ 505 أكبر من 124 إذن الرمز المناسب هو أكبر هنا لدينا 333 وهنا لدينا 627 إذن فـ 333 فهي أصغر من 627 الرمز المناسب هو أصغر هنا لدينا 72 وهنا 590 فـ 72 أصغر من 590 هنا لدينا 928 وهنا لدينا 304 إذن فـ 928 فهي أكبر من 304 إذن الآن نمر إلى السؤال السادس أكسب الأعداد مرتبة تزايديا على الشرعي إذن لدينا هذه الأعداد علينا ترتيبها تزايديا إذن لدينا 315 400 284 450 147 300 415 وإذن هنا كتب لنا 200 علينا ترتيبها تزايديا إذن من الأصغر إلى الأكبر إذن ما هو أصغر الأعداد هنا فهو ما العدد الذي يسبق 200 فهو 147 نكتب 147 200 تليها 284 تليها 300 ثم بعدها نكتب 315 وبعدها 315 إذن كتبنا هذا وهذا وهذا كذلك وهذا إذن بقيا لنا 400 450 450 415 وإذن 315 تجليها 400 وبعدها 400 تأتي 450 وأخيرا 485 وأخيرا 485 إذن هكذا قمنا بترتيبها تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر 147 200 200 284 300 300 315 400 400 450 485 80 إذن الآن نمر إلى السؤال السابع يقول أكتب على كل نفاخة العدد المناسب مما يلي إذن لدينا هنا نفاخات بهما فراغ علينا أن نملأ كل فراغ بالعدد المناسب إذن لدينا هنا 402 293 447 وهنا لدينا 338 إذن ما هو العدد الذي محصور بين 270 و 320 فهو 293 إذن نكتب هنا 293 وهنا ما هو العدد الذي محصور ما بين 320 و 370 فهو 338 338 إذن نكتب هنا 338 وهنا ما هو العدد الذي محصور بين 370 و 420 فهو 402 إذن نكتب هنا 402 وأخيرا العدد الذي بقي لنا هو 447 فهو محصور بين 420 و 470 إذن نكتب هنا 447 إذن هكذا إذن لدينا هنا 270 293 320 338 338 370 420 420 420 447 و أخيرا لدينا 407 إذن الآن نمر إلى سؤال موالي سؤال الثامن 521 إذن سؤال ثمانية يقول 621 ألاحظوا وأكتبوا على البطاقات الأعداد التالية إذن لدينا هنا أعداد علينا أن نضع كل عدد في الخناء المناسبة إذن لدينا هنا بدأنا من 500 وهنا لدينا 900 إذن 500 سيليها ما هو العدد الذي سيكون قبل يعني بعد 500 و 600 إذن سيكون لدينا 599 539 وهنا لدينا 569 إذن العدد أول الذي سنكتب هو 539 539 بعد ذلك نكتب 569 569 وهنا سنكتب 590 هنا لدينا 600 وهنا لدينا 800 إذن ما هي الأعداد التي تأتي بعد 600 وقبل 800 إذن الأعداد هي لدينا 610 601 كذلك لدينا 745 و 705 إذن أولا سنكتب 601 وهنا سنكتب 610 بعد ذلك سنكتب 705 وهنا سنكتب 745 49 بعدها تأتي 800 إذن هنا لدينا 800 وهنا 900 إذن علينا أن نكتب هنا الأعداد التي تأتي بين 800 و 900 يعني بعد 800 وقبل 900 إذن سنكتب 813 وكذلك 831 إذن هنا سنكتب 813 وهنا سنكتب 831 وهنا 900 وأخيرا بقي لنا 901 إذن هكذا إذن كتبنا هنا 500 539 569 590 600 601 610 745 800 813 831 900 901 إذن إلى هنا ينتهي فيديو اليوم أراكم إن شاء الله في فيديو قادم